اي حد عنده شوية لبن في البيت يقدر يعمل الحلويات البردة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي الوصفة دي سهلة وسريعة ومكوناتها موجودة في كل بيت ومناسبة جدا لحر الصيف طعمها حلو جدا ومميز جدا وكمان بدون فرن يعني مش هنستخدم فيها الفرن خالص ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة اول حاجة هنبتدي بالطبقة اللي تحت هنحتاج 3 معالق من السمنة وممكن تستخدمه 3 معالق من الزبدة وكمان ممكن تستخدمه زيت بس لو هنستخدم الزيت هنستخدم نص كوباية من الزيت والكوباية هي كوباية الميا اللي هي 150 ملي انا استخدمت سمنة بلدي استخدمت 3 معالق كبار هسيبهم يسيحوا يسخنوا كده على النار بعد كده هضيف لهم كوباية واحدة من الديق الابيض الكوباية اللي أنا مستخدمها هي كوباية العصير العادية او كوباية الميا هي حجمها 150 ملي انا بشتغل على العين الصغيرة مهدية النار بتاعتها شوية هفضل اقلب في الديق ده لحد ما الديق يستوي لازم الديق يستوي عشان ما نحسش بدعمه عشان كده لازم الديق يستوي كويس جدا مع السمنة لازم لون الديق يتحول للبني الفاتح او الدهبي الفاتح يعني لازم الديق يتحمص كويس جدا بعد كده هنضيف على الديق ده لتر من الحليب الدافي بس هنضيف الحليب بالتدريج يعني نضيف شوية لبن او شوية حليب ونقلب بعد كده نضيف تاني وهكذا لحد ما لتر الحليب كله يخلص وطبعا مع الاستمرار يعني بنضيف اللبن بايد ونقلب بالايد التانية لازم الاستمرار في التقليب لحد ما اللبن كله يخلص واول ما نخلص كل كمية الحليب الحلويات دي سريعة وخطواتها سريعة وكلها ورا بعضها بنضيف على الخليط ده نص كباية من السكر وبنقلب الخليط ده مع السكر كويس جدا بتلاقوا الخليط ده ربط وبقى زي المهلبية بسرعة كبيرة يعني ما بياخدش اي وقت خالص وفي حاجة ممكن تعملوها وممكن لا ان انتو تجيبوا الهند بلندر وتخفقوا به الخليط ده عشان يكون ناعم اكتر ولو ما عندكوش هند بلندر انقلوا الخليط ده للخلاط العادي واخفقوه به كويس جدا عشان يكون ناعم وسوفتي وخطوة الخلاط ده ممكن ما نحتاجهاش لو الخليط معانا ناعم جدا بس لو الخليط حسيته ان خشن شوية لازم تعملوها واول ما الخليط ده يكون شبه المهلبية ويوصل للقوام ده ويبتدي يغلي بنطف النهر على طول بعد كده بنصبه في صانية انا صبيته في صانية بايريكس ممكن كمان تصبوه في كبايات او في كسات او فطبا صغيرة وهنسيبه على الرخامة يبرد لمدة ساعة كاملا وبعد ساعة هنعمل الطبق اللي فوق هنحتاج كباية من المياه الكباية دي هي كباية الشاي العادية وهنضيف على المياه معلقة كبيرة من النشا وهنقلب النشا مع المياه كويس جدا ونركنها على جنب لحد ما نحتاجها هنجيب حلة ويفضل تكون ستلس هنحطها على البوتاجاس وهنحط فيها كباية من السكر كباية السكر دي نفس الكباية اللي عملنا بيها الدي وهنسيب السكر على النار عشان يتكرمل انا بشتغل على العين الصغيرة بتاعة البوتاجاس بس موطيها شوية ممكن نسيب السكر يسيح خالص ويتكرمل بدون ما نقلبه وممكن نقلبه بين فترة والتانية بتلاحظوا ان السكر بدأ لونه يغير وكمان يسيح شوية بعد شوية بتلاقوا السكر ساح اكتر زي ما انتو شايفين كده وكون شوية كور او حبيبات السكر تجمعت مع بعضها وكونت زي قطع كده كبيرة بعد شوية بتلاقوا كور السكر دي كبرت بالشكل اللي انتو شايفينه ده وبعد كمان شوية بتلاقوا جزء من السكر ساح وجزء لسه ما صحش بعد كمان شوية هتلاقوا السكر ساح خالص ده كده بعد شوية السكر كله ساح كده انا مش عايزة لونه يغمق خالص مجرد ما السكر يسيح ويكون بالشكل اللي انتو شايفينه ده هنضيف عليه خليط المية والنشا اللي عملناه وما بنضيفش خليط المية والنشا مرة واحدة لأ بنضيفه بالتدريج هنضيف كده شوية ونقلب بالمعلقة بعد كده نضيف شوية كمان لحد ما المية والنشا تخلص كلها وبمجرد ما المية والنشا تخلص كلها مع التقليب المستمر بتلاقوا الخليط ده ربط وبقى شباه المهلبية زي ما انتو شايفين كده وهو سخن بنصبه على الطبقة اللي عملناها قبل كده وحطناها في البايركس بس طبعا ما بنصبوش على الطبقة اللي تحت الا بعد ساعة كاملة عشان تكون بردت تماماً لو استعجلت وصبيت وخليط الكراميل على الطبقة اللي تحت وهي لسه سخنة الكراميل اللي هينزل لتحت والحلويات دي مش هتكون لطيفة خالص والوصفة هتبوز منكم فعشان كده لازم تسيبوها ساعة كاملة على الرخامة عشان تبرد خالص ولو مستعجلين دخلوها الفريزر لمدة نص ساعة دلوقتي هندخلها التلاجة لمدة ساعة كاملة عشان تتماسك ولو مستعجلين هندخلها الفريزر لمدة نص ساعة شكلها حلو قوي ومكوناتها بسيطة جداً وكمان سريعة يعني حتى لو ما عندكيش اي مكونات او عندك مكونات قليلة تقدري تعملي حلوة بردة بالشكل ده وبالهناء والشفاء مقدمة اشتركوا في القناة